السلام عليكم وشكرا معاك رجل لكم مقطع جديد من لعبة بيكي اكس دي اليوم يجمع عنا اخبار التحديث الجديد شكرا لنا ايميل وفيه نص حلو لسي مقريته ينبس نص وفيه باقة جديدة دعونا نبدأ ونشوف الباقات الجديدة وشو هو الاشياء الموجودة فاوكي جماعة اول شي عندنا النص بعدين عندنا الصور طب اكي الله حماس خلي نبدأ خلال حدث انعدام الجاذبية هات زيروغرافيتي الي نحن فيه حاليا عند ملعب المواطنون لتحقيق الاستقرار في طاقة الجاذبية ما منش هنتحدى بعضها انه كتير الناس تفكروا التحديث لتحدي البعض وهو لا لانه بالاخير فريقين فازوا حدثنا شي غير عادي كان مزيج البرق وطاقة النار ضروريا لتحقيق الاستقرار في الجاذبية اه كيف اوكي كان بنشرح اكتر بعد اذن كونيها بكي اكس دي ليش مهمين اوكي ولكن انتابه الامر الى اثار جانبية تم فتح بوابة بين بيكي انه كون بيكي اكس دي وكوكب الارض واو من خلال هذه البوابة وصلها مقيم جديد الى بيكي اكس دي يونيفرز بامس مين هات بامس هاكي خلنشوف وحيوان اليف يمزج الحمض النووي لثلاثة حيوانات من الارض والقط فراشة والاسماك حاولت الحيوانات المرورة عبر البوابة في نفس الوقت وانتهى بها الامر لتصبح حيوان اليفا واحدا في بيكي اكس دي اذا بامس هو كائن غامض يربط العالمين بمساعدة مسحوق بامبيلين بيم بيم واو ما شاء الله الاسم الخرق بس يعني في حيوان جديد اوكي خلنشوفها للصورة مما يجلب بعض الاشياء الجديدة الى عالم بيكي اكس دي واحدة من الميزات الرئيسية الجديدة هي بينك باك يعني باقة الوردية والتي تمنحك مجموعة من العناصر الرمزية مع الملابس والاحذية الرياضية والاجنحة وزمعات الرئيس واطلالة جديدة للشارك في الاصدار بريميوم اللي هو بالفلوس الحقيقية من الحزمة يمكنك الحصول على نسخة بامس لنفسك وتسكل معه طوال الوقت فهمنا ان الحيوان بفلوس حقيقية فاذا جننا تحت ترى طبعا ما عدنا غير هالصورة منعتذر ما بعرف اذا هاده هو البامس ده مش بين قط وفراشة واسماك بدقة هاده هو البامس فشكله رح يكون كتير كتير حلو وهي في ملابس جديدة واجنحة وتماعات يعني في الوحد يحول لفراشة انا هكي سمت وهالحيوان ما بعرف ش رح يكون الفائدي منه هيك حيوان بس وفي قلوف فائس الباقة بيكون في اعساس اكيد اشياء وهاد الشعر الجديد لاني حاسه قديم بس عليها الخط يعني في شعر هيك بالصبيان ما ننزل تحت وفي خطوط يعني هاد الشعر الجديد فاوكي طبعا لما بعرف شركة بيكا اكس دي تعاونت مع الشركة من فترة والسبب عم يسوي يعني احذية ملابس لبيكا اكس دي بالحياة الحقيقية ومعرف اسرح يكونوا بيشحن للدول العربية منشان اللي فينو يشحن بدو يشتري بس لهيك ونشر كتير صور للأحذية والاغراض طبع بيكا اكس دي وانا شفتهم على انستجرام فاوو طبعا الفمنا انو في بوابن فتحت وفي حيوان اسمه بامبي وبس يعني حبيت توصلكم فكرة التحديث باربع دقائق بس وهو مقصر معكم لانه اليوم لا تشتركوا بالقناة ومشتركين وتحطوا لايك وبس مع السلامة